أصبحت الرؤية الدنيا لمطالب المواطنين في ميلا تدفع بفئات مجتمعية للاحتجاج ومعها تطرح مشاكل البيروقراطية والمعاملات المشبوهة وطلبات المزايا غير المستحق حسب المواطنين يمد المشاريع 50-50 ما يسوي فيه وما ولو هنا المباشر هنا الطاب يخدموه جاءوا صحاب هذوك ليقيموا لهم الخدمة خلوا وروا كاملتم جاءوا شافوا المعاملات راه هي كما قلت كما قال السيدة راه هي تمشي تحت الطاب لان خدمة لي تحت الطرفة كتوفي عزيمة هذي انتا أخويا مسنيون مسك وعقبوا خلاص عقبوا خلاص هذا ما شوردتنا احنا وين يروحوا احنا هما الضحية وحنا هما نخلص أن يطال الوضع الطريقة المتبعة في إنجاز بعض من المشاريع مما يجعل الأجيال القادمة تدفع الفاتورة أكثر يثير حفظة السكان هكذا تأول مشاريع الصرف الصحي وحماية الطرقات والأرصفة والتهيئة وضعيات تجعل العلاقة بين المواطن وإدارات ومنتخبين بعينهم حسب رجال القانون تتأثر سلبا قد أثرت العلاقة بين المواطن والإدارة مما زعزع الثقة المفروضة بين المواطن والإداري والمسؤول ونجد كذلك أن مختلف المصالح الأمنية تتعامل بحزم رهي على وعي وفطنة كبيرة لمعالجتها الظاهرة وإن واجهت المصالح الأمنية والقضاء سلوكيات طلب المزايا غير المستحقة حسب ما يصطلح قانونا فإن مفهوم الرشوة لدى الشارع المحلي بحاجة لضمير على أقل تقدير للمجابحة